السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد المهم فيديو دي اليوم الاخوان جي ندو فيه لذلك الشي اللي خطت تراجع في مادة علوم الحياة والارض باش غتدوز الكونكور كتابي شنوه ذلك الشي اللي خطت تراجع اول حاجة قبل ما نبدو في الموضوع غدي نذكر بالنسبة للشعب اللي غديدوز الكونكور في الاسفاد غير بشي عارفوا ريوسهم نفكر الناس اللي غديدوزوا في الاسفاد المهم بالنسبة للناس اللي معنين بالامر او الشعب اللي معنين بالامر هو من الناس اللي غديدوزوا في الاسفاد والفرنسي ومن بينهم هاد الناس غديدوكرون دعب هاد الشعب غنضكرون دعب كل علاجات تمريدية جميع الشعب دياله سواء ممرد متعدد الاختصاصات او ممرد تخدير العناج سواء ممرد في الصحة النفسية ممرد في العلاجات السعجالية والعناية المركزة ممرد في صحات الاسرة والصحات الجماعاتية وكذلك ممرض في علاجات المواليد والأطفال هذا سيكون في الأزفات يعني العلاجات التمريرية كاملين وزيادة على ذلك كأن بالنسبة المسلك ديال تقنيات صحة فيه الناس ديال الحمية والتغذية والناس ديال الصحة والبيئة هذا سيكون في الأزفات وبالنسبة المسلك ديال ترويد وإعادة تأهيل الناس ديال المقوم عفوا الناس ديال المصحيح للنطق ونفسها ديال حركة والترويد بالعمل حتى هما سيكون في الأزفات هذا الناس اللي ذكرت دابة هو من المعنيين بهذا الفيديو يعني هذا الشعب عفوا الناس اللي ذكرت دابة سيكون في الأزفات والفرنسي وهذا الفيديو ان شاء الله سيكون فيه غير على الأزفات الفرنسي من بعد المهم أول حاجة وقبل ما نبدأ لكم في المواد اللي سيتراجعه بالنسبة للناس اللي تسهول على الإطار المرجعي ديال المواد اللي سيتراجعه بالنسبة لهذا العام رمك إلا إطار مرجعي لأولو مش بحل ميتسي يعني هادو محط إلا إطار مرجعي لأولو يعني غدوز في كل شي بحل الأعوام اللي فاته يعني كيف ما وضح الدابة خس كتراجعه الدروس ديال علوم الحياة والأرض للسنة التانية باكالورية جميع الدروس أي درس ديال التانية باكالورية خس كتراجعه إلا واحد الحاجة بالنسبة للجيولوجيا يعني اللي بغير يضرب عالي واحد طلع يقدر يضرب عالي طلع ولكن ما تتحط ما عمارها في الحياة ديال الكون كولاد ديال لسبيس عمارها تحطات بالإضافة إلى الدروس ديال تانية باك خس كتراجعتها الدروس ديال السنة الأولى باكالورية ديال الأزفاتي ديال السنة الأولى باكالورية ذاك شي اللي قرأته في فالأزفاتي في السيزيا متى هو خسو يتراجع هذا ما يتعلق بالإنسان طبعاً أما هذا ما يتعلق الجيولوجيا والنباتات لا يتراجع يتراجع غير ما يتعلق بالجسم الإنسان ومن بين أهم المواد التي تتراجع بالنسبة لأولا باكالوريا كان أول درس هو تنظيم وظيفة توالد عند الإنسان يتراجعهم جيداً الحقيقة كي قلت لكم أن يكون غالباً أن يتحط كسي أم أصلاً يتحط كسي أم سنوات الأخيرة و هذا العامرة ستتحط بين كسي أم يتحط كسي أم سنوات الأخيرة و يتحط كسي أم سيكون فاهم الحاجة الثانية تحلونا التملي هو التواصل الهرموني الحاجة الثالثة هو الضغط الشرياني لا يوجد أيضاً تطنسي العراجة للمواد اتحط كسي أم سيكون جيداً حيث المواد لا يتعلق بالجسم بالنسبة لأولا باكالوريا هذا ما يتعلق على الدروس الأولى باكالوريا ندوز للدروس الثانية باكالوريا مهم أول حاجة تحفظ بعض المصطلحات تتعرف تعريف دياله لا يتحفظ يعني فهم التعريف دياله تتعرف تعريف أغلب تعريف اللي يبنونك مهمين تتركز عليهم و مجارفهم وأول درس تتركز عليهم طبيعة الحال هو الوحدة الأولى يستهلك المادة العضوية وتدفق الطاقة تتراجع كذلك التفاعلات المسؤولة عن تحرير الطاقة الكاملة في المادة العضوية في مستوى الخلية أو على مستوى الخلية أفواً و تتعرف دور العضلة الهيكلية المخططة في تحويل الطاقة و تدور المادة العضوية في بناء وتجديد المادة الحية و هذه المواد من طبيعة هالدروس تتركز عليهم في القسم يعني تتراجعهم و تتراجعهم بزيان وللإشارة واحد الحاجة نشير لها لا يبدأ أنه الكونكور يتحط بحل الأعوام اللي فاتوا يقدر يتحط لكم موضوع و تقدر تحط أي حاجة يعني كل شيء محتمل لاحق في كيسة أمرة أو يتحط بغير مارتي سبع سنين أو ست سنين أخرى أما قبل يجب أن يتحط لكم موضوع و لا تتعرف يعني يتحط لكم موضوع المهم بالنسبة للوحدة الثانية يتحط لكم تراجعوا فيها مفهوم الخبر الوراثي و الهندسة الوراثية مبادئها و تقنيتها واحد الإشارة بالنسبة للناس دي الباسي الدروس اللي ما قارنهم شوما و قارنهم من ناس دي الأزفاد تركي تحطو فهمتي وخامة قاريه مش يتحطو لك مهم بش تكون في علمك المهم الإخوان بالنسبة للوحدة الثالثة دابع وحدة الثالثة اللي هي نقل الخبر الوراثي عبر التوالد الجنسي عن الوراثة البشرية فيها نقل الخبر الوراثي عبر التوالد الجنسي و القوانين الإحصائية و الانتقال للصفات الوراثية و كذلك عن الوراثة البشرية و بغيت نشيروا واحد النقطة هادي شعلي كنقوكم تفرجو في الفيديو ديما كامل حس كنا نعطي بعض النقاط وصل الفيديو واحد النقطة بالنسبة للناس اللي تتسولوني لأزفادتي بأشمل اللغة غذي ندوزوها لأزفادتي كتتحط باللغات بجوج بالفرنسية وبالعربية اتكت تختار النظرة اللي تعطوك تعتوك فيها جميعه الجهاب العربي وجهاب فرنسي انت تختار اللي بغيت مهما دي غر واحد نقطة بغيت نشير ليها حس كون تعرفوا النسبة للوحدة الرابعة اللي هي علم وراثة الساكنة فيها الدراسة الكمية اللي تغيرت القياس الإحيائي و كذلك علم وراثة الساكنة اتكت تختار الأمر في الواحدة الرابعة ولنسبة للوحدة الخامسة الله يتبيع علم المناعة فيها المفهوم الذاتي وغير الذاتي ووسائل دفاع الجسم عما هو ذاتي. كذلك الدرس ديل ضع ترابات الجهاز المناعي ومساعدات الاستجابة المناعتية. المهم بالنسبة للحاجة اللي نصحكم بها ومن تخدموا امتيحانات يعني ديل الاهوام اللي فاتوا. وتحاولوش قلموا عليشوا كي سي ام يعني ما عندوش علاقة بالامتيحان ديول طيب وديول دكشي ودوزوهم تعمى معاكم. فهمتي من الاحسن تشوف كي سي ام يعني ديول طيب وديول دكشي يكونوا مبازين شوية باش بيتدخل كونكور واشغد نقول لكم يعني ركزوا شوية الازفاتي والفرنسي بجوج ولكن ازفاتي تيار عندي واحد الاهمية كبيرة ما تنساوش. اه لحقاش فهمتي المعامل اللي يالها جوج وتي تعطفها ربعين سوال عكس الفرنسي اللي تتعطفها غير عشرين سوال. خسكم تحاولوا يعني يتفوتوا على النقطة دي الخمسة. لحقاش النقطة دي الخمسة على عشرين هي موجبة السوقوت. وخسك تحاولها الاخوة نشمع الماكسينو دي النوقات. فهمتي لحقاش دبان مشيت اكدوز في واحد الامتيحان بغي تنجح فيه وليش حاجة الا واحد الامتيحان اللي عندك فيه منافسة يعني غير 0.01 تقدر تقدر مدوش. لهذا رك داخل المنافسة. ونشيركم واحد اخرى بالنسبة الاخوة اللي انجح في الكتابي سافرت من بلاستو. لحقاش اصلا الشفاوي. ما تخافوش منه ما شي اقصائي. غير تعرف تدوي في الشفاوي وتلبس واحد اللبس اللي يكون يعني ترباوي وذكش يبشي دوز كونكور ديالك. بالنسبة اللغة الفرنسية را ما غديت ندل علي واقل هتا فيديو ما غديت ندل عليها لحقاش اللغة الفرنسية اللي خدمتي هذو كل لدازو الاعوام اللي فاتو را غديتفهمها عشنو طال من منك. يعني غالبا ما اتراجع غير شوية دي القرام مير. وزيادة عن القرام مير غتراجع فهمتي اتراجع تعرف المنظمات العالمية للصحة وقرى شوية على الصحة. الحقاش تحطش حاجات تتعلق واحد المعلومة اخرى ما ذكرتها هاش موهم تريد انها رغب تدوز ومتيحة الوطني. را عندك حق غير في ورقة واحدة يعني يعني اللي اعطوك النار اعطوك الورقة حاول مدرش الاخطاء. لانه اللي اعطوك الورقة ودرتف فيها شي خطا احس الورقة تجي مطبوعة يعني مرباط على قبل كنتاية. فهمتي يعني اللي غلطتي في ديك الورقة لانه اللي اعطوك الاخرى وبشاهد لك الورقة وتقدر تطوبل بسبب ذاك الورقة موهم تشي اللي كان الفيديو الجاهر غيقون فيه النصائح وغيقون فيه الصعب. وغدي ندولكم فيه على هات الشعب يعني نحاول ندولكم لكل الشعب بحدها ونشرحها مزيان. وندولكم على الصالة اللي غدي تشدو لغا تخرجته موهم شحل منعام. دك تخرج كامل غدي تحتاجوه. وكامل دكش اللي كي دور لكم في راسكم على هات اللي بيتصرها لندوليه وش اللي كان والله يعون التراري.